مرحبا وعليكم السلام وعلي اخت تلك انت با متولى نعم نعرف ان للاسلام اعداء كثير ايه ومن بين هؤلاء الماثونية ايه فهل لشيخنا ان يحدثنا عن الماثونية باساليبها وافكارها وندى تأثيرها وخطرها على اسلامك وزاك الله سبحانه ليس بي ولا يهمني لا من قريب ولا من بعيد ان اتحدث عن الماثونية او عن البعثية او عن اشتراكية او اي جمعية سواء كانت اعلنية او سرية كالماسونية كالماسونية ليس لنا ان نتحدث عنها بتفصيل لاننا نعتقد ان كل الجمعيات وكل الاحزاب السياسية ما كان منها معلنا او ما كان سرا وكلها لا تريد للاسلام خيرا فالماسونية هي جمعية سرية يهودية وتأمن بمكل شديد جدا بحيث انها في بعض ظروف استطاعت ان تضم اليها بعض رجالات الاشلاميين لانهم يوهرون لهم انهم لا يستداخلون في معارض الدين وكما يقولون عندنا في الشام كل مين على دينه الليينه وانما هم يتظاهرون بانهم جمعية خيرية يعاون بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا فيما يتعلق بالحياة المادية فقط لكنهم هم في الواقع يمكرون ولكن كما قال سعال وينكرون وينكر الله والله خير الماكرين ولذلك فكما لا يجود للمسلم ان يكون اشترافيا او بعثيا او شيوعيا فكذلك لا يجود له ان يكون ماسونيا لان الذين يقومون على كل هذه الاحزاب وعلى هذه الجمعيات ليسوا من الإسلام في شيء وهذا الكلام يكفي المسلم اما الدخول في التفاصيل هذا امر تاريخي بإمكان المسلم ان يواجه الكتب الرسائل المؤلفة ببيان مخازي وفتن التي تنتج من وراء المسونية وانا لا استبعد ان الفتنة الكبرى التي نعيشها في هذه الساعة في العالم الاشلامي كله بصورة عامة والعالم العربي بصورة خاصة ما هي الا من افاعيل اليهودي المسونية في العالم كله